من أخبار النادي الأهلي النهاردة استقبل الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ظهر اليوم المهندس عبد الرحمن جويش الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة الجويش من خلال لارز للتطوير العمراني الراعي الرئيسي لمعسكر النادي الأهلي في الإمارات وهو إحدى شركات الجويش الحقيقة إحدى شركات مجموعة الجويش للاستثمار والرعي الرئيسي لمعسكر فريق الأهلي المقرر إقامته بدولة الإمارات خلال الفترة من 20 ل28 يناير الجاري خلال اللقاء الذي جاء وديها للغاية تلقى الكابتن محمود عدة تصورات من المهندس جويش خاصة بالتعاون بين النادي وبين هذه المجموعة الاستثمارية في إطار رغبتها الوضحة في دعم القطاع الرياضي والأبطال الرياضيين والبنية التحتية بما يخدم المصلحة العامة لرياضة المصرية وقامت شركة سيكس يارز للتسويق الرياضي وإدارة الفعاليات والمنظمة للمعسكر بدور كبير في فتح أطر التعاون بين النادي ومجموعة الجويش الاستثمار خاصة وأن شركة سيكس يارز كانت لها تجارب عديدة ناجحة مع النادي الأهلي وسبق أن قامت بتنفيذ معسكر النادي الأهلي في النمسا مع بداية الموسم الحالي بنجاح كبير وفي نهاية اللقاء تبادل الكابتن محمود مع المهندس عبد الرحمن جويش الدروع والهدايا التذكارية وأكد على ضرورة نجاح التجربة وفتح قنوات تعاون أخرى خلال المستقبض القريب ترجمة نانسي قنقر